ينضب معنا الآن مشاهدين المدير المفوض لشركة كرونيك للاستثمارات العقارية الأستاذ قيلان عثمان أستاذ قيلان مرحبا بك على شاشة قناة دجل أستاذ قيلان حدثنا عن هذا الموضوع أكثر وكيف قامت المتهمة بهذه العملية وإلى أين وصلت تفاصيل هذه الحادثة نعم أستاذ تفاصيل الحادثة رحل التحقيق لحد الآن بمحكمة سليمانية والحادث والحادث كما بينا حدث بمحكمة تنفيذ السليمانية حيث قام المدينة المفوض القديم كاروان أحمد صباح بتأهد على لوقو مال الشركة بأخذ أربع ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي على لوقو مال الشركة المفروض هذا العقد ينعقد كاتب عدل سليمانية طبعا بوجود شاهد على إسلام المبالغ الموجود اللي دعي بأنني وصلت للمبلغ لمركز الشركة واستلامها من قبل مدينة المفوض والمدينة المفوض الحالي حاليا أدعى بالمحكمة السليمانية محكمة التحقيق السليمانية بأنه لم يستلم الفلوز حيث صحة ضميرة واعترف على واعترف على عمله مع سوداء على هذا النصب واحتيال طبعا أصدر محكمة السليمانية بقرارها المراكم 25 25 25 بتاريخ بتاريخ نعم سيد قيلان طيب سيد قيلان يعني حدثنا عن مصير المتعاقدين من المواطنين ونحن نتحدث ربما عن أكثر من ألف وحدة سكنية يعني دفع أصحابها عشرات لنقول ألاف الدولارات وهو الموضوع الأهم ربما الآن بل حقوق المتعاقدين والمشتركين في مشروع حوارة برزا حقوقهم مضمونة لأنني أنا وجهت كتاب إلى هيئة استثمار كاركوك وثبت وثبت الأرقام والدور السكنية وعائداتهم وملكيتهم إلى أصحابهم الشرعية ومثبتة في استثمار كاركوك فحقوقهم مضمونة مية بالمية جميل نعم سيد قيلان مثل هكذا حالة يعني أنت تعرف ونحن نعرف وكل الناس تعرف لازم يكون وجود غطاء أو وجود ظهر قوي حتى تحصل مثل هذه العملية كلمني ما هي التوقعاتك بوجود غطاء يحمي مثل هذه العملية طبعاً أكون غطاء قوي يحمي هذه العملية وإلا كمثل إلا أستاذ أنا أروح أشتري سيارة بالمعرض طبعاً من تشتري سيارة بالمعرض رأي الله شاهدين يوقعون عليه زائداً الترف الأول والترف الثاني البايع والمشتري وخامساً المعرض صاحب المعرض همني وقع عليه فإحنا هذا هذا التعهد تعهد خطي ومسجلة على بني لا أقصد هل هناك جهات مساندة هل هناك جهات مساندة جهات داعمة لمثل هذه العملية طبعاً إذا ماكو جهات داعمة شون تتحصل على شركة شركة رأس مالها تقديرية ستين مليون دولار مشروع ستين مليون دولار يتحول باسم شخص ثاني على كتاب تعهد في تنفيذ السليمانية نعم وحياتي مشايف لا بالعراق ولا بالعالم إذا 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 طيب طيب سيد جيلان يعني نشكر كل الشكر على هذه التفاصيل 400 600 ألف مليون دولار قرض حسنة كل الشكر لك المدير المفوض لشركة كرونيك للإستمرار العقرية سيد جيلان عثمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر